حذر التجوال الشامل المفروض على العاصمة الخرطون في يومه الثاني بدأ باكراً بتنبيهة الحكومة السودانية لمواطنيها بضرورة تقليل الحركة والالتزام بالتجوال داخل الأحياء السكنية خلال ساعات السماح التي تبدأ في السابع صباحاً وتنتهي في الواحدة ذهراً نكرر دعوتنا للناس أن يلتزموا بتقليل الحركة بقدر الإمكان ويلتزموا بالحركة داخل الأحياء فقط ساعات الحظر ستظل كما هي وساعات السماح من السابع صباحاً إلى الساعة الواحدة لكنها قابلة للمراجعة خلال اليومين القادمين غداً أو بعد غد بناء على التقارير اليومية إنها الأدت الهدف الذي من أجله حددت هذه الساعات أم لا وخلال فترة السماح تجولنا في مواقف المواصلة الرئيسة والأسواق فوجدنا تحركات شبه احتيادية لوسائل النقل العامة والخاصة وتحركات المواطنين في الشوارع الرئيسة لأسباب تتعلق بالسعي من أجل الحصول على ما يعول الأسر نحن لجنة بتاعت مقاومة جينا نجيب السكر من هنا أول حال رمضان مقبل على الناس والنازي ما حد أقدر تكون حاضرة نفسها من غير ما يكون عندها مواد التومينية ومواد التي تقدر تخليها تكون قادرة تحصل جينا نجيب المواد التومينية من هنا والله تعبانين بالجد يعني ما منقول بالجد بالكذب والله منقول بالجد يعني لو دارين أي شيء أن نحن ممكن أن تتحدى فيه الصح والله لا في والي عارفنا والله لا في رئيس عارفنا والله لا في مدير عارفنا والله لا في مشير عارفنا والله ما عارفنا إلا الله هذا وكانت الحكومة السودانية قد صرحت بأن الوقودة سيمنح للمركبات التي تحمل تصريحا للتجوال فقط الأمر الذي ضعف الاكتظاث أمام محطات الخدمة اليوم الثاني من حذر التجوال الشامل المفروض على العاصمة الخرطوم في مدينة بحر تحديدا كانت الحركة شبه احتيادية للمركبات العامة والخاصة في الشوارع الرئيسة بالإضافة إلى حركة البيع والشراء والتنقلات من المواطنين عفراء فتح الرحمن قناة الغد الخرطوم